مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي إيران الجهول مدى الدهر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي وفقنا لهذه المجالس وأسأل الله جل فعله أن يجعلها من مجالس العلم ومن مجالس الذكر التي يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى والتي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى سيكون موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله حول حديث من الأحاديث العظيمة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صحت عنه صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي رديفه يركب معه على دابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصح هذا من الأحاديث العظيمة التي تضمنت كثيرا من الفوائد بل كثيرا من القواعد ولا بد للمسلم أن يهتم بالوحي الشريف كتابا وسنة لأن العلم لا ينفك عن معرفة الوحي فكل من ادعى العلم وكان عن الوحي بمعزل فإنه لا يمكن أن يسلم له فلا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان محتفيا بالوحي إلا إذا كان معتنيا بكلام الله ومعتنيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتنيا بتفسير كلام الله وبشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الهدى إنما ينال بمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي تضمنت كثيرا من القواعد العقادية المهمة فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر هذه الفقرات التي وردت في هذا الحديث ونعلق عليها إن شاء الله تعالى بشيء من الإجاز والاختصار لعل الله أن ينفعنا بذلك إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو صحابي صغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما حدثا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس قد نهز الاحتلال يعني كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا غلاما والغلام في اللغة ما بين الفيطان إلى تسع سنين هكذا يحدد أهل اللغة يعني كيفاش صابي متى يسمى غلاما يسمى غلاما ما بين هذه الفطرة يعني منك يكون في الفيطان ما تفقاش للأم دي وكتردعو إلى أن يبلغ تسع سنين هذا هو الغلام إذن في هذه الفترة كان هذا الحدث العظيم أنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كثير من الحكام لأنه كانت تبدو عليه علامات النجابة كانت تبدو عليه علامات النجابة ولذلك لما بات عبد الله بن عباس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة ميمونة هي خالة بن عباس وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم من أمهات يعني المؤمنين بات عندها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فقرب إليه وضؤه سيدنا عبد الله بن عباس قرب له الماء بشي توضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا قال ابن عباس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وفقه في الدين رواية كثيرة في الصحيح وخارجه فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه ودعا له بعلم التفسير وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما في التفسير بل كان يلقب بطرجمان القرآن كان يلقب بطرجمان القرآن وكان يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه إني ما كنشي آية في القرآن إلا وسيدنا عبد الله بن عباس يعلم متى نزلت وفيما نزلت يعني سبب نزولها ووقت نزولها كل شيء يتشيكي عرفوا سيدنا عبد الله بن عباس قال ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا تبلغه الإبل لا ركبت إليه يعني لا يستنكف عن الاسدياد من العلم رضي الله عنه وهو الذي كان يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويأخذ عنهم العلم وقصتهم شهورة ولا بأس أن نذكرها على عجل كي لا نطيل يعني جاء إلى غلام مثله فقال له انطلق بنا إلى هذا الحي من الأنصار نأخذ العلم يعني واحد الغلام بحلف السلم قال له انطلق بنا إلى هذا الحي من الأنصار فنسمع منهم حديث رسول الله ونجمع العلم فقال له صاحبه وعجبا لك يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فتركته ومضيت فكنت آتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا يعني يأتيه في وقت القيلولة يجده قد أخلد إلى نوم الظهرة ومن الأدب لا يطرق عليه بابه كي لا يزعجه فإذا خرج الرجل وجد ابن عباس قد توسد بردته على عتبة الباب وكانت الريح تأتي فا يعني تهب وتلقي الرمل في وجهه رضي الله عنه فيقول له ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أمرتنا لا أتيناك لو أمرتنا لا أتيناك يعني غير قل لنبغي تتعلم ونبغي تسمع الحديث نجيه عندكم ونعلمك فقال كلمته المشهورة العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى يعني ينبغي أن نعمل الأقدام من أجل العلم وهذا في الحقيقة درس فإن العلم الذي يبذل صاحبه الأبدان والأقدام من أجل تحصيله هذا العلم الذي يرصخ العلم لكان مبذول وكان موجود كذا الناس يزادون فيه ويرغبون عنه ولكن لكانه مكي تكلفوا وكيبحتوا على العلم كيقدروا قيمة العلم لأنه لا يتحرك الرجل من بيته ولا تخرج المرأة من بيتها إلى المسجد حيث تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهي راغبة في ذلك العلم لكن العلم الذي يجي بدون مشقة فهذا يعني لا يكون له كبير اهتمام إذن قال العلم يؤتى ولا يؤتى الشاهد عندنا وأنه تعلم علم كثيرا فنبغ وكان يجلس ويجلس الناس إليه يتحلقون خلفه فمر ذلك الغلام الذي كان معه في الصغر بعدما صار لبن عباس رضي الله عنهما شأن وقدر بين الصحابة فنظر إليه وقد اجتمع الناس حوله قال والله لقد كان هذا الفتاة عقل منه والله لقد كان هذا الفتاة أعقل مني وسيدنا عبد الله بن عباس يعني فضائله كثيرا حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد يعني كان السن ديالو كبيرة بحالنا لا يقدرش واحد عاشره يعني يكون فريد وقته لا يستطيع أحد أن ينافسه في العلم ولا أن يجاريه في العلم لما أوتي من الفهم في كتاب الله ومن الفقه في الدين بباركة دعاء سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم إذن سيدنا عبد الله بن عباس توفي في السنة يعني ثامنة والستين للهجرة وقيل التاسعة والستين وقيل السبعين فهو الذي يروي هذا الحادث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه على الدابة وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إن أطاقت ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات العلماء يقولون هذا أسلوب فيه فيه لفت الانتباه فقبل أن تلقي ما تريد من العلوم على من يأخذ عنك فحاول لفت انتباهي قبل ذلك يعني باش ما يكونوش الناس غافلين أجب أن نقول لك شيء كلم فينتبه هو يلقي بسمعه ثم بعد ذلك تحدثه بما تريد إذن قال له يا غلام إني أعلمك كلمات واستعمل صيغة القلة من أجل التهوين باش يقول لها راشي كلمات مخفافة يعني تستطيع أن تحفظها وأن تفقهاها إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك ما معنى احفظ الله يحفظك أي احفظ حدود الله واحفظ محارم الله فلا تتعداها وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وإياك أن ترتكب محرما احفظ حدود الله ما هو الجزاء؟ هو حفظ الله لك احفظ الله يحفظك ولماء يقولون الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم يعني نحن إن نصرنا الله معنى نصرنا الله أي إذا أقمنا شرعه إذا وحدناه إذا عبدناه إذا أتينا بأسباب النصر والتمكين فإن الله ينصرنا فاذكروني أذكركم إذا ذكرنا الله ذكرنا فإن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه وإن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير من الملأ الذي نذكره فيه سبحانه وتعالى هذا الجزاء من جنس العمل إذا احفظ الله يحفظك وهذا له صور ووقاع كثير فالعبد إذا كان حافظا لحدود الله مراعيا شرعه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يميله وعن شماله ويحفظه من تحته أن يغتال وأن يخسف به فالعبد يكون محفوظا من جميع الجهات والمقصود بحفظ الله كما قلت هو أن يراعي حدود الله يعني الإنسان يكون من المتقين الإنسان يكون مراعي لشرع الله سبحانه وتعالى ويجدنب المحرمات فيحفظ سمعه ويحفظ بصره ويغضه ويحفظ فرجه ويحافظ على صلواته ويحافظ على جميع ما أمر الله به أن يحافظ عليه وأيضا يجدنب ما حرم الله عليه ونذكر على سبيل المثال لأن الأمثلة في هذا كثير في صحيح البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر خرجوا يمشون فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت سخرة فأغلقت عليهم باب الغار إن هذا كرب عظيم هذا كرب عظيم لكنهم كانوا أتقيا كانوا أتقيا فحاولوا تحريك الصخرة عالجوها لم يستطعوا فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بأعمال صالحة عملتموها لله هذا الشرط تكون هذه الأعمال الصالحة عملتها لله أردتم بها وجه الله سبحانه وتعالى لأن العمل يمكن يكون صالح في الصورة دياله ولكن ما يكونش فيه الإخلاص ما يكونش فيه الصدق يكون العمل الصورة دياله حسنة يغتر به الناس لكنه في جوهره لم يرد به صاحبه وجه الله فتوسل كل رجل منهم بعمل صالح فقال الأول اللهم إنه كان لي أبواني شيخاني كبيرا وكنت لا أغبوق قبلهما مالا ولا ولدا عنده الأب والأم وكان دائما من لك يجيب هذيك الأنعام ذيك الشياه اللي كان يرعاها وكيحلب هذيك الشياه وكيجيب هذيك اللابن وكيعطيهم يشربوهما اللولين عاد من بعد كيشرب الأبناء دياله والخادم دياله والإيماء والعبيد وكالب لا يقدم على أبوه أحداً هذا هو البر في الحقيقة قال فنآبي الشجر ذات يوم فرجعت وحلبت كما كنت أحلب فوجدت أبوي قد نام قاله من عسو فتردد فأباء يوقظهما لكي لا يزعجهما وهذا غاية الأدب وأيضاً أباء يقدم أبناءه وأبناءه يتضاغون عند قدمه يعني تصور هذا الصور باش نعرف قيمة هذا العمل وإن كان عملاً يسيراً ولكنه عند الله عظيم يعني لوليدات كي يبكي وبغوا يشربوه وفيهم الجوع وكذا وهو كي يقول لك لا الولدين يسقوا وهذه رسالة في الحقيقة لمن يزدري أبويه ولمن ينسى فضلهم عليه الناس الآن يعني حينما يكبرون وحينما يولد لهم ينسون آباءهم وربما يطيعون أزواجهم فيعقون يعني آباءهم عياذاً بالله لا قال لك ما يشربش شي واحد حتى يشربوه الأبوي وما يفي يقومش ما يزعجنش فقام والقدح على يده حتى انفجر الفجر حتى الفجر هو كي تسنهم في قبش يشربوه ويقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما فيه فتحركت الصخرة بقدرة الله سبحانه وتعالى تحركت الصخرة تحركت شوية فظهر لهم ضوء الشمس ولكن يعني لذلك تحرك كان خفيف لا يستطيعون الخروج فدع الثاني بأنه كان استأجر أجر وأعطاهم يعني ما اتفق يعني معهم عليه من أجر غير رجل سخط أجره ومضى وتركه فأخذ ذلك الأجر وكان فرقا من أرز كان فرقا من أرز يعني وعاء دي الرز فأخذه فنماه وثمره فصار أنعاما وإبلا ويعني يعني أبقارا وكذا وكذا يعني يقول له هذك المال يعني يقول له وفير فرجع الرجل بعد سنين فقال له اتق الله وأعطني حقي فقال له هذه الأنعام كلها لك فقال أتهزأ بي قال لا والله لا أهزأ بي ولكنها من مالك فأخذها فاستاقها جميعا فقال الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج فقال الثالث اللهم إنه كانت لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها على نفسها فامتنعت راودها على نفسها من أجل الفاحشة فامتنعت من ذلك فلما أصابت هسنة يعني كان واحد الوقت زيار عليها الوقت يعني هو الفاقة والحاجة والخصصة فأتته وأعطاها دنانيرة من ذهب قال فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها الدنانير اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنهم كربتهم وخرجوا يمشون شاهدوا أن الأعمال الصالحة يفتح الله سبحانه وتعالى بها على أهلها وينجيهم من من الكرب ويفرج عليهم وينفس عليهم الكرب سبحانه وتعالى إذن هذا معنى احفظ الله يحفظ فإذا حفظنا حدود الله سبحانه وتعالى وإذا كنا مستقيمين على الشرع فدعونا الله سبحانه وتعالى وجدنا وجدنا الفرج وهذا معروف في آية كثيرة منها قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذن شو نلخص نحن لآن من الذي ينقصنا تنقصنا تقوى الله سبحانه وتعالى لو كنا فعلا من المتقين فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عننا الكرب ويفتح علينا أبواب الرزق من حيث لا نحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فالمقصود هو أن العبد إن بغي أن يحفظ حدود الله وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فإنه يحفظه في نفسه ويحفظه في ولده ويحفظه في أهله ويحفظه في ماله ويحفظه في بدنه فالحفظ يكون عاما وتاما وإن أصابه شيء فإنما ذلك ابتلاك ما يأتي إن شاء الله تعالى إذن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك قبالة وجهك يعني أن فرجه لا يتخلف ولا يتأخر فإذا وقعت في ضيق فإنك تجد التنفيس وإذا وقعت في كرب فإنك تجد المخرج اتقي الله واحفظ الله سبحانه وتعالى تجد عاقبة ذلك خيرا احفظ الله تجده تجاهك ثم قال إذا سألت فاسأل الله إذا سألت هذا يعني فعل ماضي لكن المقصود إذا أردت أن تسأل إذا سألت يعني إذا أردت أن تسأل كما قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم معنى إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءته فلا تكون الاستعادة بعد القراءة وإنما تكون بين يدي القراءة إذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت الله إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله معنى إذا سألت فاسأل الله إذا أردت أن تسأل شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فاسأل ربك سبحانه وتعالى ولا تسأل غيره هذا أمر مقيد لأنك قد تسأل إنسانا ما يقدر عليه هذا لا حرج فيه كذلك الاستعانة وإذا استعنت فاستعن بالله يعني قد تستعين بغيرك على القيام مثلا يعني يقعدك المرض فتقول لزوجك مثلا أو لأخيك خذ بيدي وأقمني مثلا لا حرج لأن هذا مما يقدر عليه العبد فيقدر على إعانة غيره في ذلك ولكن نحن نقصد عدن هو الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى إذن حينما ننظر إلى أحوال الناس وما وقعوا فيه من الاستعانة بغير الله ومن سؤال غير الله ومن النذر لغير الله ومن هذه المظاهر التي تخالف أصل التوحيد التي بعث بها جميع الأنبياء والرسل نعلم حقيقة بعد الناس عن معرفة التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عبيدة إذا المقصود هو خصنا نفهم التوحيد واحد الفهم يعني دقيق حتى نعبد الله وحتى نحسن عبادته إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله إذا جمعهم واحد الآن كي يطلب غير الله تجده يسأل الأموات يسأل أصحاب القبور يسأل الملائكة يسأل الجذر يسأل الشجر يسأل الكواكب يسأل النجوم هذه كلها أمور باطلة لا تملك من الأمر شيئا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن أضل هذا السؤال المقصود فيه هو تقرير والتوبخ ومن أضل يعني من هو من أشد ضلالا من هذا من من هذا حاله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ليس هناك من هو أضل منه على الإطلاق يعني وش كينشي واحد مضر وكينشي واحد متلف وكينشي واحد يعني ضال كتر من هذا ما كينشي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيام يقول العلماء لو أنه عمر وطالت حياته إلى يوم القيامة وهو مقيم على دعائي من دون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستجيب له يعني هو من اليوم حتى اليوم القيامة هو كيطلب الميت أو كيطلب الملك أو كيطلب النبي أو كيطلب الكوكب أو كيطلب السدراء أو كيطلب الشجراء أو كيطلب الغار أو كيطلب البيركة أو كيطلب العين والبئر هذه كلها معبودات الآن يتبرك بها ويطاف حولها وينذر لها ويذبح لها وهذه كلها مظاهر الشرك التي انتشرت في أمة الإسلام على الأسف الشديد إذن يعني الإنسان لو دع هؤلاء وسألهم وأقام على سؤالهم إلى يوم القيام لا يستجبون له إلى يوم القيام وهم عن دعائهم غافلون هؤلاء غافلون وش الميت كيسمعك؟ الميت لا يسمع الأحياء الميت لا يسمعوا الأحياء إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كما قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم وخطط طلبهم تماما أنا ما كيسمعش الدعاء ديلكم هاد الأصناع كتسمع هادك الميت وخيكو بالحياة دياله صالح يعني كان صالحا كان وليا لله كان تقيا هل ينفع وغيره بعد موته لا ينفع لذلك قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا يعني تنزلا هذا يعني العلمات يقولك هذا من باب التنزل إحنا قاعد فرضنا هاد الميتين كيسمعوا وخا هو ميت ومدفون وفوق منه طون ديال التراب ها هو سمعك غادي ستجبلك وشوف العقول رحمة الله على العقول يعني هادك الميت غادي سمعك انت كتطلب اش كتطلب كتطلب الرزق كتطلب الأولاد كتطلب الفتح كتطلب التسير كتطلب الباركا ايو طيب هادك الميت ها هو فرضنا سمعك سمعكم تكتب كيف تقولك هذا يا سيدي فلان عطيني يا سيدي فلان عطيني يا سيدي فلان طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة هذه تكون العدوة بين التابع والمتبوع قد يقولك يا سيدي ربي احنا ما قلنا لهم ش تبعونا احنا ما قلنا لهم ش عبدونا احنا ما قلنا لهم ش تطلبونا فيتبرؤون منك براءة عظيمة كما قال الله تعالى في آيات أخر سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي جميع العلائق انقطعت كل العلائق انقطعت يعني يتبرأون يقولك احنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يعني ما كانواش يعبدون احنا تبرأنا إليك فلذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ربه سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله واشوف هذه العقيدة الناصعة النقية يعلّوها النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان باش نشوفوا حجم الكارثة والمصيبة التي أصيب بها المسلمون اليوم حيث يجهلون أساسيات العقيدة الصحية يجهلون يمكن الإنسان يكون مثقف يمكن الإنسان يكون عنده شهادة عالية يمكن الإنسان يكون كيعرف بعض الأحكام وبعض العلوم وربما يحسن اللغة ويحسن النحو ويحسن مصطلح الحديث ويحسن كذا ولكن في قضية العقيدة اللي هي الأساس اللي هي أول واجب يعني ينبغي أن يتعلمه العبد كانت لقى مفرطة كثير جدا ولذلك تقع الأخطاء العقدية الكثيرة إذن قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا طلبت العون فاطلبه من الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا مضمن في آية من صورة الفاتحة نحن نقرأ الفاتحة ولكن هل نتدبر المعاني التي وردت فيها قليل مننا من يفعل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى شعلمنا علمنا نقوله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد معناه إياك نعبد وهذا فيه تقديم المفعول على الفاعل وهذا يفيد لاختصاص أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك لأنه لو قال نعبدك لا احتمل أن نعبد الله ونعبد غيره معه هذا محتمل يقول لك يا ربك نعبدك يعني ممكن نعبدك ونعبد غيرك ولكن إذا قلنا إياك نعبد أي نعبدك وحدك ولا نعبد سواك إياك نعبد وإياك نستعين أي ونستعين بك ولا نستعين بغيرك نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعان إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة يعني هذا ينبغي أن يكون معلوما لديك أن الأمة الأمة همعاني كثيرة في لغة العرب والمقصود بها هنا جميع الخلائق جميع الخلائق لأن الأمة يمكن تكون الأمة اللي هي أمة يعني الاستجابة اللي هم المسلمين وخيج جمعوا المسلمين كلهم بشيء نفعوك ما ينفعوك ويمكن تكون أمة ديال الدعوة يعني جمعوا المسلمين ونصارة واليهود والماجوس كلهم اللي بغوا ينفعوك ما ينفعوك ولكن العلماء يرجحون أن الأمة معناها هنا جميع الخلائق إلا جمعوا الخلائق كلهم جمعوا المسلمين والكفار واليهود وكذا والملائكة والأنبياء والجن كل شي بغوي ينفعوك ما ينفعوكش إلا بشي حاجة لي كتبها لك الله سبحانه وتعالى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي هد بشي كي يقول العلماء يعني هذا فيه تقليل بغوي ينفعوك خير بشي حاجة قليلة مثلا أشرفت على الهلك وبغوي يزيدو يزيدو خير واحد النهار في العمر ديلك يوم واحد فقط يقولك هذا الرجل هذا بغينا يعيش تلغداء ما يستطيعون إلى ذلك السبيل بل لا يستطيعون أن يزيدوا في عمرك نفسا واحدا ثانية وحدة ثانية وحدة لأنه إذا وفى الأجل فإن العبدة تخرج روحه إلى بارئها وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك شي حاجة اللي يكتبها لك الله سبحانه وتعالى لذلك إذا أجر الله النفع على يد بعض خلقه لبعض خلقه فإنما ذلك مقدر ومكتوب يعني مثلا منك تجد واحد الإنسان يعني يمنح غيره أو يهب غيره أو يتصدق على غيره أو ينعم على غيره فذلك بقدر وبكتابة سابقة الله سبحانه وتعالى قدر بإن فلان غادي تصدق على فلان وبإن فلان غادي يعطي الفلان وبإن فلان غادي ينفع فلان وبإن فلان غادي يسر المعاملة دي الفلان يعني سواء كانت مسائل مادية أو معنوية لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله لك ولذلك لو علمت بأن الأمر بهذه الصورة يتضح المعنى جليا الآن الأغنياء مثلا لهم أموال كثيرة ولو كان النفع يشترى ويباع لاشتروا سلامة أجسادهم مش حالة واحد غانية وقتلقاه مريض موسكي مريض ويطوف على الأطباء في كل مصر وفي كل قطر ولا يبخل بشيء من ماله ولكن إذا لم يقدر له ربه سبحانه وتعالى شيئا من النفع ولم يقدر له الشفاء فإنهم لا يغنون عنه شيئا فكتلقاه كبيه في الدنيا وعنده قيمة وعنده أموال ولكنه مريض سقيب عنده من الأسقام وعنده من الأوجاع ما الله به يعلم ابتلاء يعني لو كانت الأمور يقدرون الناس ينفعوا غيرهم دون تقدير الملك سبحانه وتعالى أنا غادي ينتفعوا للناس يقول لك بغا يشريوا الصحة بغا يشريوا راحة البال بغا يشريوا يعني طول العمر بغا يشريوا يعني مثلاً أي حاجة مما يعني تنقصهم يعني يشريوها بشلوس موجودة ولكن قضية يعني هذه المسئلة هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتبها إذن قال وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وبالمقابل ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذه الصورة المقابلة لو اجتمعوا ما كونهم؟ الأمة الخلائق كلهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء وهذا التهوة أيضاً فيه التقليل بشيء يعني أقل ضرر ما يقدرون يضرك إلا إذا كتب الله عليك ذلك في الأزم قدر عليك الله سبحانه وتعالى بأن الناس سيؤذونك أو بأن الناس سيضربونك أو بأن الناس سيقتلونك أو بأن الناس سيؤذونك أو سيفعلون أو يفعلون هذا شيء ممكن شيء يتصرف عليك إلا إذا قدره عليك ملك الملوك سبحانه وتعالى طيب لو أن المسلم فهم هذه القواعد وهي في الحقيقة قواعد عقدية مهمة كيف يحيا وكيف يعيش في هذه الحياة الدنيا والله إني أقول وأرجو أن لا أقول إلا حقاً أن من فقه التوحيد حق الفقه وفاهمه حق الفهم فإنه والله يحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة مطمئنة لأنه كيعرف بأن النفع بيد الله وأن الضر بيد الله وأن الأمة لا يمكن أن تنفعها وأنها لا يمكن أن تضرها إذا كيف سيعيش سيعيش عبد مطيع لله سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله ولا يخاف الناس ولذلك شوف لما كان المعتقد عند الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا يخافون في الله لوم تلائم لأنهم يعلمون أن الأرزاق بيد الله وأن الأعمار بيد الله فكانوا لا يجبنون عن قول كلمة الحق وكانوا أيضاً يبلغون ما أرادوا يعني كيف يعملوا بالطاعات وكيف يجتنبوا المعاصي ويتحركون وإذا كان الغزو يخرجون علش؟ علش كيف يخرج في الغزو والإنسان يعني يعني لا يضنوا بنفسه لا يبخلوا بنفسه لا يرغبوا بنفسه والإنسان ما عندهش يعني مثلاً الحرص على الحياة والحرص على يعني البقاء فيها عندهم ولكن علش؟ كيعرفوا بأنه لا يمكن أن يموت أحد إلا إذا استوفى أجله وهذه رأى عقيدة مهمة جداً لكان عرفاناً بأنه لا يمكن أن يصيبني مرض وما يمكن أن يصيبني أذى وما يمكن أن يصيبني يعني القتل يعني هذه كلها ما يمكن أن يصيبني إلا بأجل وقته الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقدمه ولا أن يؤخره فحينئذ أعيش حياة مطمئنة هنية لأن الآجال بيد الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوضح هذه القاعدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس روح القدس هو جبريل عليه السلام إن روح القدس نفث في روعي في روعي أي في خلدي وفي خاطري وهذا نوع من الوحي وطبعاً نحن نعلم أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بنوعيه يعني قرآناً وسنة رأي الوحي ماشي فقط القرآن رأي تسل نارها وحي تسل نارها وحي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه أي أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن مع القرآن إن روح القدس نفث في رعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لن تموت نفس النفس هنا نكرة فتعم جميع الأنفس يعني لن تموت نفسه إنسان ولا نفسه حيوان ولا نفسه دابة ولا نفسه طير يعني جميع الأنفس ما يمكنش تموت شي نفسه حتى تستوفي أجلها حتى تكمل الأجل ديالها إذن الله سبحانه وتعالى كتب أجل فلان خمسين سنة فلا يمكن أن يموت قبل ذلك وكتب بأن رزقه كذا وكذا فلا يمكن أن يموت قبل أن يستكمل رزقه كاملا غير منقص إذن شوف هذه العقيدة ما أعظمها وما أجلها ولو أن الناس فقهوها وفهموها واعتقدوها وصدقوا بها والله يعيشون حياة مطمئنة ولا يرتكبون الحرم علش نسدب كي يرتكبوا الحرم؟ لماذا يسرق السارق؟ علش؟ علش كي يسرق السارق؟ علش السارق دابع عنده عقيدة صحيحة؟ كل كان عنده عقيدة صحيحة يعرف بأن الرزق دياله مضمون الله سبحانه وتعالى ضمين له رزقه وأن ذاك الذي أخذه غيلة ونهبة وسرقة وخطفا فإنه كان سيأتيه بوجه من الأوجه المشروع اشتيا ذاك السارقة مثلاً مش سرق واحد المليون ديال الفرنك لو أنه مكث وسعى بالأسباب المشروعة لأتاه ذلك المبلغ ولم يكن عليه من تبعات جرمه وكبيرته شيء يعني شنو داره؟ وهو غير استعجل واطلب الرزق دياله من طريق الحرام وهذا هو الابتلاء في الدنيا فالعبد يبتلى فإما أن يتقي ربه فيرزقه من حيث لا يحتسب شوف قضية من حيث لا يحتسب وإذا استعجل هذا الرزق فإنه يأخذه من طريق حرام والرزق هو الرزق لا يزد ولا ينقص لأن الرزق مكتوب في الأزل ولذلك جاء في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن النطفة إذا كانت أو الجنين إذا كان في بطن أمه بعد أن تمر عليه ليالي كما قال حديث في التفصيل حديث ابن المسعود يبعث إليه ملك الله سبحانه وتعالى يبعث ملكا إلى هذا الجنين فيأمر بكتب رزقه وأجله وهي وشقي أو سعيد هذا الشيء يتكتب بقي للإنسان مخرش للدنيا مكتوب لي بأنه هالرزق دياله هالأجل دياله هالشقاء دياله هالسعدة دياله هذا الشيء يتكتب إذا المسلم حينما يعلم ذلك فإنه لا يسرق ولا يغدر ولا يخذ الرشوى ولا ينتهب ولا يخون لماذا؟ لأنه الرزق دياله مضمون ولكن يتعاطى الأسباب المشروع من بيع وشراء وفلاحة وصناعة ووظيفة وغير ذلك ورزقه الذي كتب له سيأتيه بطريق الحالة إذن قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها فاتقوا الله إذن هذا الأمر الشرعي هو اللي نحن ملزمين به فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إطلبوا الأرزاق بطريق مشروع فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإنما عند الله أي من رزق لا ينال إلا بطاعته إذن نرجع الحديد ديالنا شفه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام يقصد أقلام القدر التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يكتب بها مقادير الخلائق وجفت الصحف هذا كناية عن بعد العهد بالكتابة لأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق والأمر قد فرغ منه جفت الصحف لأنه هذا يعني فيه تمثيل بشي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال أنت إذا كنت تكتب بقلم من مداد ثم كتبت فيكون المداد طريا لكن إذا مر يوم أو يومين يجف المداد يجف الحبر فهذا هو المعنى رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى قد فرغ منه وجفت صحفه فلا يزاد فيه ولا ينقص إذا الناس الآن يعني ينبغي أن يعلموا هذه القواعد وأن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى هذا الحديث طبعا رواه الإمام الترمذي في جامعه يعني المعروف السنن الترمذي وله ألفاظ أخرى في غيره يعني عند ابن ماجر رحمه الله وغيره وفيه بعض التغاير بعض الألفاظ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فنحن ينبغي أن نتعرف إلى الله في الرخاء يعني ما دمنا في عافية من أمرنا ينبغي أن نتعرف إلى الله يعني أن نذكره أن نقرأ كتابه أن نعبده أن نقوم الليل أن نصوم النهار أن نتصدق أن ننفق يعني هذا هو التعرف إلى الله في الرخاء يعرفنا ربنا في الشدة وهذا الجزاء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لأن الإنسان فاشكا تشتد عليه الخطوب ينبغي أن يكون متعرفا إلى الله في الرخاء ولذلك مما يذكرون في هذا أن يونس عليه السلام لما ألقاه أصحاب السفينة في البحر والتقمه الحوت قال الله تعالى ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثهم كان من المسبحين يعني كان يسبح الله سبحانه وتعالى فكان صوته معروفا عند الملائكة كان صوته معروفا عند الملائكة فنجاه الله سبحانه وتعالى من الغم وأخرجه من بطن الحوت وأرسله إلى مئة ألف أو يزيد فالمقصود أنه تعرف إلى الله لأنه نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن كان من المسبحين فالمقصود أن الإنسان يتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه الله في الشدة فيعرفه الله في الشدة وأيضا جاء في بعض الألفاظ خارجه يعني سمنى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وهو تفسير ما ذكرناه قبله يعني ينبغي أن يؤمن المسلم بالقدر وهذا يعني من أركان الإيمان التي ينبغي على كل مؤمن أن يتعرف عليها وقلت بأن التفريط في معاني التوحيد وأنواعه وأقسامه كبير جدا في هذه الأمة فينبغي أن ترجع الأمة إلى سالف عهدها وأن تتعلم التوحيد وأن تهتم به وأن تقدمه على غيره فهو أول واجب على العبيد قبل أن نتعلم العلوم الأخرى ينبغي أن نحقق التوحيد وأن نفهمه لأن به تنصلح أحوالنا وبه تستقيم أمورنا وإذا جهلنا التوحيد فإننا لا ننتفع بشيء من الأمور الأخرى يعني بعض الناس يهتم بالأخلاق يعني وينسى أمر التوحيد يقولك المهم هو الإنسان يكون يعني يدريه وش هو يكون يعني الكلام دياله الطيب هو ما يتكلمش في الناس وما يقاديش الناس ولكن ممكن يكون يتعلق بغير الله ممكن يصرف العبادة دياله غير الله سبحانه وتعالى هذا لم يفعل شيئا وإنما نقصد أن الإنسان ينبغي أن يتعلم عقيدته ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره إذن أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك حينما تصيبك المصائب حينما تبتلى بالنقص في المال في الولد في الزروع في المساكن في غير ذلك تبتلى أدب تلاع من الله سبحانه وتعالى أشخاص تعمل قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني ما يمكن أن تفدى هذه المصيبة هذه المصيبة واقعة لأن الله قدرها عليك في الأزل قدر الله أنك ستبتلى بكذا وكذا سيموت ولدك مثلا أو سيضيع مالك أو سيسرق متاعك هذا أمور قدرها الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعتقد ذلك اعتقادا جازما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا كالأمر الذي سلمت منه يعني كي يكون الإنسان كيتعرض مثلا يعني الأزمات ثم يفرج الله عنه كربة إذن أخطأته تلك المصائب ولم تصيبه إذن لم تكن لي تصيبه أبدا لأن الله قدر له السلامة من تلك الأفا كي يكون الإنسان مثلا قادي في الطريق وكتوقع مثلا شيء حادثا ويموت فيها خلق وفي آمن من الناس فينجو مش حلو واحد كي ينجي الله سبحانه وتعالى كي يكون مثلا في حافلة ويموت مثلا خمسون نفرا وينجو وحده مثلا والله سمعت أخبار بأنه تسقط طائرة من الجو طائرة كتسقط ويموت جميع من فيها ربانها وطاقم يعني إدارتها وركابها ويبقى جنين واحد كتلقى واحد صابي صغير نجاه الله سبحانه وتعالى كيف ذلك؟ تقدير العزيز العلم سبحانه وتعالى تقدير العزيز العلم سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كيف يشعر إذن ينبغي أن نعتقد أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا هذه عقيدة المسلم التي ينبغي أن يحرص عليها وأن يعلمها إذن نحن إذا علمنا هذا الحديث وما جاء فيه من الفوائد ومن القواعد فوالله يعني سنجد لذة العبادة وسنجد متعة الحياة لأن تصور فاشكي كل إنسان عايش واحد الحياة مستقيمة مطمئنة ما عندهش ذاك الهم وما عندهش ذاك الغم كي يعرف بأن هذا الشي اللي مقدر له غادي يوصله فلذلك يكون مقداما يعني يعزم ويتوكل على الله ويمشي ويدير هذا ومشي هذا لا يخاف أحدا وإنما يأتي ما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما حرم الله رزقه مقسوم وأجله محتوم هذه عقيدة المسلم التي ينبغي أن يكون عليها فيجتهد في الأمر الشرعي ولا يلتفت إلى الأمر القدري الأمر الشرعي اللي هو نعبد الله سبحانه وتعالى ونحفظ الجوارح دينا ونجتهد في طاعة الخالق وفي أداء الحقوق للمخلوق وكذا هذه مسائل نجتهد فيها والأمر القدري رمالنا دخل فيها فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا فنبغي أن نفهم هذه القواعد وهذه العقائد حتى نعيش حياة طيبة هانئة مطمئنة فأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا إيمانا وعلما إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله